بأنه عنوان الطوفان عنوان لاستنهاض الأمة الحضاري وهو كذلك ولم تبالغ فيه بل إن آثاره ستمتد إلى سنوات بعيدة نشهد فيها رحيل الاحتلال بإذن الله تعالى إخواني وأخواتي في البداية وباسمكم وبهذا الحضور الكريم نترحم على الشهداء على أرواحهم الزكية هؤلاء الذين ضحوا من أجل قضية عظيمة في سبيل الله دافعوا عن شرف الأمة وعن أوطانها وعن درتها فلسطين وعن القدس والأقصى وندعو الله تعالى الشفاء للجرحى وندعو الله أن يفك الأسرى الذين ينكلوا بهم في سجون الاحتلال ونسأل الله المأوى والأمنة والأمان والاستقرار للنازحين والمشردين بفعل المجازر وجرائب الاحتلال في غزة العزة وفي لبنان الصمود نسأل الله أن يتقبل جهاد المجاهدين وأن يحفظهم وأن يجعلهم ذخرا لنا حتى ننتصر بهم وينتصروا بنا هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين نلتقي اليوم في ذكرى مرور عام كامل تام بكل عنفوانه بكل آماله وآفاقه وبكل آلامه وتحدياته هذا الطوفان المبارك الذي انطلق في السابع من أكتوبر ليعنوين لمرحلة جديدة في تاريخ الصراع كذلك نبارك لأهل غزة أحباب شعبنا الكريم هذه غزة العزة التي اختصها الله بهذه المأثرة العظيمة وحق لها ذلك هذا رباط عسقلان الذي بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم جزاهم الله خيرا هذا الشعب الكريم وقوى المقاومة وكتائب القسام وسرايا القدس وجميع الكتائب المظفرة التي سطرت ملحمة عظيمة وما زالت تسطرها ولن يخفف من وقعها ما فعله اليوم هذا الكيان المهزوم المهزوز حين هاجم غزة هجوما شاملا في نفس توقيت الطوفان ردا للاعتبار ومحاولة للتغطية على هزيمته على ارتباكه على فشله على أرض غزة عبر عام كامل يظل الطوفان نقطة سوداء في تاريخ هذا الكيان ومبشرة ومنذرة بإذن الله بزواله عما قريب وقوى المقاومة وعلى رأسها حركة حماس في هذه الملحمة قدمت خيرة رجالها وقادتها الكبار وعلى رأسهم الأخ الحبيب القائد إسماعيل هنية والأخ الحبيب الشيخ صالح العروري القائد ونائب رئيس الحركة الحركة في هذا العام قدمت رئيسها ونائب قيادتها هذا دليل على انخراط الحركة وقيادتها لهذا الطوفان واستعداد أن تضحي بأغلى ما تملك في سبيل الله ومن أجل تحرير الوطن وتطهير القدس والأقصى وكذلك هذه القافلة كبيرة من الشهداء من كل أبناء شعبنا رجالا وصغارا ونساء وأطفالا وشيوخا ومن كل الكوادر ومن كل المستويات ومن كل الفصائل هذه غزة التي تبرهن دائما أنها تقود الركب وكذلك هذه الضفة التي تشتعل خلال عام الطوفان رغم قسوة الاحتلال والاستيطان ورغم العوائق من القريب والبعيد لكن روح هادي والمقاومة والاستشهاد تتوالى ورأينا نموذجا أخيرا وواحدا من النماذج الطويلة بشهداء وأبطال لليتيافة حمس وحموني رحمهم الله ورحم الله أو كل الشهداء والقدس هو العنوان الذي انتجه غزة والتي تدعون رسالة أن تنتصر الأمة للقدس والأقصى وأن يكون هذا هو العنوان والملهم والمحفز وكذلك للإنسانية جميعا فالقدس للعالمين والأقصى رمز يعنينا جميعا وأما أهلنا في الثماني وأربعين فأيضا رغم هذه الإجراءات غير المسلوق القاسي عليهم وإخراجهم عن القانون وملاحقتهم وإثارة الفتن بينهم لكنهم كانوا عند حسن الظن وما زالوا يسطرون ملاحم وآخرها بالأمس في عملية بئر السبع هذا البطل أحمد السعيد الذي استطاع أن يجندل جنود العدو هذه ملاحم يثبتها شعبنا داخل الوطن وكذلك في الشتات في المخيمات وخاصة في لبنان التي قدمت قافلة طويلة من الشهداء من قادة لبنان من أهل فلسطين المقيمين على أرضها الطيبة وكذلك التحية لمن ناصرون بالسلاح لمن انتصروا لغزة وساندوها وخاصة في لبنان وإيران واليمن والعراق حيث ضحوا من أجلنا وقدموا قافلة من الشهداء طويلة وخاصة من قادتهم الكبار وعلى رأسهم السيد حسن ناصر الله هذا هو عهدنا بهذه المقاومة التي رفعت شعار فلسطين والقدس والأقصى وشكلت محورا يقول لا للاحتلال على أرض فلسطين ولا للاحتلال أو العدوان أو الهيمنة في أي جزء من المنطقة كذلك التحية والشكر للأمة التي لم تبخن خلال هذا الطوفان بملايينها الهادرة في الميادين والساحات واعتصاماتها حول السفارات وإسنادها المالي والإغافي جهادها بالمال وصوتها الإعلامي وإبداعاتها في مجال السوشال ميديا والحراك الطلابي شرقا وغربا ودور العلماء وكذلك محاولاتهم لتشكيل ضغط سياسي يحرق قادة الأمة حتى يوقف العدوان على غزة وكانت جهود معلومة ومشكورة من بعض الدول التي قدمت إسنادا لأهلنا في غزة بصور مختلفة وإن كان الأمل في أمتنا أكبر من ذلك وستحدث عن ذلك في الختام الأمل أكبر من كل ما فعل رغم الشكر والتقدير على كل هذه الجهود المباركة وكذلك الشكر لهذه الإنسانية التي عبرت عن أصالتها رأيناها في الجامعات في الحراك الطلابي الشجاع رأيناها في الملايين في عواصم الغرب التي قالت لا للعدوان والتي عبرت عن انحيازها للحق الفلسطيني وعن رفضها لهذا الكيان الصيون الغاصب لقد تغير المزاج فشكرا لهم إخواني وأخواتي هذه مناسبة في ظل إتمام عام الطوفان وما زلنا أمام آفاق ومراحل سنشهد كثيرا من صفحاتها أحب أن أثبت جملة من الدلالات والحقائق والمفاهيم والمواقف حتى نطمئن ونزداد إيمانا أننا سائرون على الدرب الصحيح أولا الطوفان طوفان الأقصى مرحلة جديدة ونقلة كبيرة في الصراح هكذا ينبغي أن نراه ومكاسب الطوفان ونتائجه ذات تأثير استراتيجي عميق في مسار الصراع إن لم نتعامل مع الطوفان هكذا نبخس الطوفان حقه ونظلم أنفسنا من أن ننتفع بهذا الأفق الرحب الذي فتحه الطوفان هذا الطوفان حقق في سنة أكثر من سنوات خلت في تاريخنا رغم الاحترام لكل التضحيات ولكل محطات شعبنا وأمتنا من ثورات وانتفاضات ومقاومة وحروب جيوش وتضحيات هذا الطوفان عاد القضية إلى الصدارة أحياها من جديد هذا الطوفان وحد الأمة على القضية وعفت فيها روح الجهاد عبرت عنه كما قلت في جبهات المقاومة وما زالت تنتظر الثمرات المباركة للروح الجهادية التي سرت عند شباب الأمة تنتظر أن تتحول إلى جهاد هاذر يضع حدا للجريمة الصهيونية وينتصر لغزة وينتصر للأقصى ويعجل بالنصر والتحرير وترد الاحتلال هذا الطوفان أعاد الكيال الصهيوني إلى نقطة الصفر وهو يعبر عن ذلك أنه يعيش حرب وجود حرب وجودية هزت ثقته دمرت نفسيته أفقدت الشارع الصهيوني بالثقة بالنفس حتى آخر استطلاعات الرأي عندهم هيئة البث الإسرائيلية وهي تتكلم عن هذا عن رغبتهم بالرحيل من فلسطين وعن قلقهم أن يسكنوا في غلاف غزة أو في شمال فلسطين وعن تقييمهم أن الذي هزم هو نيتلياه وإسرائيل وليست حماس حماس انتصرت المقاومة انتصرت هذه قناعة الصهيوني أنفسهم هذا الكيان اليوم يكاد يفقد الرؤية والبوصل ويفقد ثقة بأنه يستطيع أن يكمل سنوات إضافية الطوفان كسر كل هذا الطوفان دمر صورة الكيان أمام العالم تلك الصورة والمسوح الكاذبة التي أنفق عليها مليارات وتريليونات الطوفان كشف الوجه القبيح الحقيقي للكيان الصيوني قطع عنه حبل الناس يتقطع هذا الحبل رويدا رويدا حتى ينتهي استعادت الإنسانية بعض أخلاقها وقيمها حيث انحازت للحق وبقي للأنظمة أن تقرأ سلوك شارعها ونخبها وشعوبها لتنفض عن هذا الكيان وتحترم إرادة الأمة والمنطقة وتقرب الحق الفلسطيني هذا الطوفان حقق كل ذلك وجعل خيار المقاومة خيارا مربحا يراهن عليه ويستطيع أن ينجز مشروعنا الوطني ومشروع الأمة في التحرير أيضا نقطة ثانية إخواني وأخواتي الطوفان لم يكن نقطة بدء ولا جاء هكذا عفو الخاطر وإنما الطوفان رد طبيعي على الاحتلال وتسارع مخططاته في الاستيطان والحصار والعدوان على الأقصى وتصفية القضية وتصاعد جرائم التنكيل بالأسرى هذا هو الطوفان ومن ناحية أخرى الطوفان نقل موضوعية في مسار تطور المقاومة وتراكم قوتها وخبرتها وإبداعها وفي ظل إصرار قيادتها على استراتيجية التحرير والتخلص من الاحتلال هذه حقائق قبل الطوفان كانت القضية صفة الأقصى كان وشيك الهدم أحكم التهويد على القدس تسارعت مخططات تهجير أهل الضفة الغربية إلى الأردن لخلق أزمة مركبة في المنطقة ونقل الكرة إلى الحضن العربي للتفجير الأمن العربي بدل ما تظل الكرة الملتهبة في صدر هذا الكيام كان أسرانا وخاصة عندما قدم بنغفير يعانون أمر التنكيل وراء القضبان كانت غزة تموت موتا بطيئا كانت كل أفق السياسة مسدودة كانت القضية الفلسطينية يجهز عليها بدون أمل بدون أفق وصل شعبنا لحد الغليان إلى حد الانفجار فجاء الطوفان شيئا طبيعيا يليق بالشعوب الحرة يليق بالأبطال يليق بالذين لا يقبلون الضيم ولا يقبلون أن يعيشوا تحت الاحتلال ولا يخضعون لموازين القوى المختلة هذا هو الطوفان تعبير طبيعي ورد فعل كان ينبغي أن يكون لكن إبهاره وإبداعه صدم الصهاينة وأبهر العالم لكنه أعطى رسالة قوية قضيتنا لا تموت وهذا العالم لا يحترم إلا الأقوياء ولا يسمع إلا لقعقعة السلاح خاصة حين يسترد إليها أبطال مؤمنون بقضاياهم كذلك الطوفان الذي نستغربوه ربما في العالم أو في المنطقة الذي يقرأ تطور المقام الفلسطيني عبر مئة عام من الثورات المبكرة في القرن العشرين إلى الثورة المعاصرة في الخمسينات والستينيات إلى الانتفاضات إلى المقاومة بصفحاتها المتلاحقة إلى حروب فرضت علينا في غزة منذ 2008-2009 حتى ختمت بسيف القدس فكان الطوفان نقلة طبيعية في يعكس تطور المقاومة ويعكس إبداعها ويكشف ويدل على أن إرادة القيادة قيادة المقاومة لا حدود لها وأنها من أجل أن تحرر الوطن وتتخلص بالاحتلال وتحقق أمال شعبها والمشروع الوطني وأمال الأمة هي قادرة أن تفعل المستحيل النقطة الثالثة المقاومة في غزة هذه نقطة بالغة الأهمية المقاومة في غزة نموذج حي عظيم للقدرة على بناء القوة في الظروف الصعبة شبه المستحيلة بل والتفوق في معركة العقول عسكريا وأمنيا وهذا يعزد الثقة بقدرة المقاومة على هزيمة الاحتلال وتحقيق الإنجازات والانتصارات المتراكمة على طريق التحرير بإذن الله تعالى ولذلك هذه الصورة هذا الألموذج العظيم اللي العدو عجز عن تحقيق أهدافه خلال عام كامل لذلك حاول أن يصدر أزمته بالعدوان على لبنان وعلى المنطقة لعله يستعيد صورة الردع التي تحطمت على أرض غزة هي تحطمت في السابع من أكتوبر حاول ترميمها خلال عام لم يستطع وحتى لو حقق بعض الإنجازات في لبنان بجرائمه بالمجازر بالقتل ببعض الإنجازات الأمنية بالأمس بهدم المساجد في جنوب لبنان هو لا يستطيع أن يستعيد صورة الردع حتى وإن توهم ولذلك الأيام الماضية الأخيرة الحمد لله بالصمود في فلسطين في غزة في الضفة في الثمانية واربعين في لبنان بضربة إيران الموفقة المسددة على الخيان الصهيوني بمشاركة كل جبهات المقاومة كل ذلك ألغى ذلك الزهو الذي حاول نيتنياهو وقيادة الجيش الصهيوني أن تتباهى بها لتعيدهم إلى أصل الحقيقة أنكم منهزمون وأنكم عجزتم عن غزة وستعجزون عن جبهات المقاومة وعن الأمة خاصة إذا توحدت على هذه المعركة ولذلك هذا النموذج في غزة ما هي الرسالة يا إخواني أخواتي في هذا المنتدى الكريم أخاطب بكم من خلالكم الأمة كلها هذا النموذج الذي انتصر على المستحيل في غزة وصنع أسطورة وملحمة هذه تقول لكم لا عذر لأحد بعدما رأيناه في غزة نعم الله لا عذر لأحد أن يتحجج بالضعف وعدم الاستطاع فالله تعالى حين كلفنا بالإعداد يعلم أننا قادرون ويعلم أن حدود استطاعتنا كبيرة لكن مطلوب الإيمان والإرادة والعمل المضني والنفس الطويل والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سمولنا وإن الله لمع المحسنين رابعاً هذه نقطة لمن تؤثر فيه أو تقعده تلك الخسائر التي دفعها شعبنا نعم دفعنا أثماناً باهظة في ظل هذا الطوفان كيف لا هذه الدماء دماء الأطفال والنساء هذا التشريد هذا التجويع هدم البساجد والكنائس الجامعات البيوت العلم والمدارس حتى مقرات الأمم المتحدة هذا التشريد والنزوح نزوحاً بعد آخر هذه العقوبات الجماعية هذا الهولوكوست المصبوب على غزة خلال عام ومن قبله الحصار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها القيادة الصهيونية التي جعلت العالم يضج وأخذ قادة العدو إلى محكمة لاهاي كل ذلك أخواني أخواتي هذا يدل على أن هذه الخسائر خسائر كبيرة مؤلمة لنا هؤلاء أهلنا أحبابنا آلامهم هي آلامنا ولكن أقول هنا خسائرنا تكتيكية وخسائر عدونا استراتيجية هذه حقيقة وذلك ربنا قال لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون خسائرهم خسائر خسائرنا تكتيكية آلامه والموت شهادة ونتألم ولكن كل ذلك في سبيل الله وتهول من أجه الأوطان تهول هذه الخسائر من أجه هذه الأوطان ومن أجل ديننا ومن أجل مستقبلنا ومصيرنا وقدسنا وأقصانا وقد عنونا هذا الطفان بالأقصى نحن اليوم نضحي بأشياء غالية علينا مؤلمة لنا ولكن إن شاء الله بنوراها أفق عظيم أما عدونا فخسائره استراتيجية كما أشرنا ثقة بنفسه عجز وانكشاف أمام غزة كم آه إن شاء الله هذا ذكروني بالتوقيت وليهمكم إخواننا إن شاء الله أمر سريعا وننتهي على خير بإذن الله فيا أحبابي العدو الآن يفقد مساره الاستراتيجي ويعجل نهايته المحتومة إلى الفناء والزوال وخسر على كل الصعود ثم إن الأثمان الباهظة دفعتها كل الشعوب المسلمة وغير المسلمة عبر التاريخ ما من شعب إلا ودفع أثمانا غالية على طريق التحرير وفي النهاية الشعوب انتصرت وقوى الاحتلال كزمت واندحرت خامسا الطوفان خلال عام كشف عن الوجه الحقيقي الإجرامي للعدو وأنه يستبيح كل القوانين والأعراف والقيم لكن أيضا كشفت عن طبيعة هذا المشروع الصيولي في التوسع والهيمنة هذه نقطة بالغة الأهمية وهذا التوسع ليس بسبب الطوفان أو بسبب المقاومة هذا مغروس في أصل المشروع الصيولي لذلك هو يقتل في كل مكان يضرب شرقا وغربا ولا يقبل أي قوة في المنطقة تنافسه على الدور أو تزاحمه يريد للجميع أن يكون تبعا له خاضعين له وهو لا يفعل هذا مع قوة المقاومة والدول المساندة لها كما رأينا في الفترة الأخيرة ولكن يفعل هذا حتى مع الدول التي لا تحاربه بل التي سالمته انظروا إلى مصر يتآمر عليها ويريدوا أن يفقد قناة السويس قيمتها بالبحث عن البدائل وأن يعطشها من خلال موضوع نهر النيل الأردن ماذا يفعل معها؟ إنه ينذرها بتهجير أهل الضفة إليها وهذا بعدها قرار بإنهاء المملكة الأردنية الهاشبية ويعتدي على الأمن القومي العربي والإسلامي في كل مكان إذن المعركة يا أيها الزعماء والقادة معركة مصيرية مفروضة علينا وعليكم فلا نهرب منها من يتحضر للمعركة ينتصر ومن يتقاعس ويتخاذل تفرض عليه المعركة وينهزم ويفقد استقلاله إما أن نكون أحرارا في المنطقة ندافع عن أرضنا وعن وجودنا وعن استقلالنا أو أن نجعل الهيمة للصهاينة وحاشا لله أن نفعل ذلك سادسا قبل النقطة الأخيرة رسالة الطوفان ماشي رسالة الطوفان اصبروا عليه خمس دقائق إخواني رسالة الطوفان تقول لنا التالي خاصا ما رأيناه في الفترة الأخيرة أننا عندما نتوحد في جبهات المقاومة ونقاتل العدو وحدة واحدة نحن ننتصر عليه نربكه نشتت جهده العسكري هذه الرسالة المهمة هو مهما كان يملك من أدوات الدمار لديه طيران يستطيع أن يقصف في كل مكان صحيح ولكن حين نقاتله صفا واحدا بجبهاتنا المتعددة فهو مهزوم لا بحالة لا يستطيع أن ينتصر علينا من هنا رسالتي إذا كان عندنا اليوم جبهة مقاومة شاركتنا مشكورة كما أشرت اليوم مطلوب من قوى الأمة بقية الأمة أن تفعل أمرين أن تفتح جبهات جديدة للمقاومة هذا واجب الجهاد والأمر الثاني أن نفتح جبهات أخرى على صعيد السياسة والقانون وملاحقة هذا الكيام على الساحة الدولية حتى نجرمه ونكشف صورته الحقيقية ونظهره كياما منبوذا لا مكان له ليس فقط في فلسطين بل الساحة الدولية أخيرا أخيرا إخواني ما يتعلق بهذه المناسبة وباسم هذا الحضور الكريم نقول لغزة العزة لقد فعلتم المستحيل قدمتم أسطورة نحن فخورون بصلابتكم بصمودكم بعطائكم بتضحياتكم أنتم استفاقكم الله لهذا الدور التاريخي الأمة فخورة بل الإنسانية تقتدي بكم إن شاء الله النصر قادم لا تيأسوا هذا النصر وعد الله قد يتأخر قليلا ولكن نحن منصرون بإذن الله فهذا الإيمان الذي والقرآن الذي تعلمتموه هذا التجليات اليوم وإخوانكم في قيادة المقاومة في الداخل والخارج يعملون المستحيل من أجل إنسنادكم وتجييش الأمة معكم وفي ذات الوقت فاوضوا شهورا طويلة حتى يوقف العدوان والذي أفشل الجهود وتعنت بشهادة العالم كله ونيتلياهو والحمد لله إن قيادة المقاومة في الداخل والخارج على مستوى المسؤولية واليوم يرأس حركتنا الأخي القائد أبو إبراهيم يحي السنوار حفظه الله وحفظ إخواننا جميعا ومع قادة المقاومة بكل فصائلها نحن سننتصر بإذن الله والضفة إن شاء الله إلى مزيد من العطاء وإلى فتح كل أفاق المواجهة والمقاومة وكذلك الثماني أربعين والشتات والأمة جميعا ثم أقول أخيرا اليوم يا أمتنا العظيمة على المستوى الشعبي والرسبي مطلوب اليوم نرفع شعار أن ننتصر في هذه المعركة الله يعطيك العافي على العام الماضي قدمتم الكثير وإن بقي أشياء مهمة في الأداء لكن اليوم وقد مضى عام كامل على هذا الطوفان المبارك مطلوب أن نضع استراتيجية جادة شعارها لا بد أن ننتصر في هذه المعركة لا خير لنا إلا أن ننتصر ونحن قادرون على ذلك وهذا يتطلب أن ننضي في كل مسارات عملنا أن تعود الملايين إلى الميادين أن تعود الجماهير الغاضبة إلى شوارعها واعتصاماتها ورسالتنا نحن مع غزة مع الأقصى نحن مع المقاومة ولا بد للعدوان أن يقف هذا أولا ومع لبنان طبعا وكل من يقف مع المقاومة ثانيا الضغط السياسي لوقف العدوان خاطبوا دولكم وحكوماتكم وأنا أخاطب القادة اليوم إن لم تتحركوا سينطبق علينا لا سبح الله أكلت يوم أكل الثور الأبيض دعونا ننتصر معا ونهزم العدو معا إن شاء الله ثالثا الدعم المالي والإغاثي الرسمي والشعبي حتى نعيد أهل غزة وأن نجمر خواطرهم وأن نخفف الآلام عنهم رابعا معركة الإعلام والرواية أمام الأكاديم الصهيورية وخامسا الحراك الطلاب من جديد بكل عنفواله حتى يتوقف العدوان وحتى ننتصر وسادسا وأخيرا الجهاد بالنفس والسلاح الجهاد بالمال عظيم لكنه لم يعد يكفي ليس كافيا نريد جهادا بالنفس والسلاح وأن نفتح جبهات إضافية أخرى هو يقاتلنا العدو في كل مكان وعلينا أن نقاتله كما يقاتلنا وسوف نهزمه إن شاء الله هذا قدرنا هذا خيارنا وإن شاء الله الأمة فردت عليها المعركة الكيالصيوني غزى بلادنا زرع في قلبنا ومن واجب الأمة وحقها أن تقاوم هذا المحتل الذي يتهددها جميعا هذا مشروع توسعي يريد أن يصفي الأمة وأن ينهب ثرواتها وأن يهيمن عليها وأن يخضعها لصالح الأمريكان اللي هم شركاء في هذا العدوان وفي هذه المجازر اللي ترتكم في فلسطين وفي لبنان وفي الأمة ولذلك كلام الأخير جملة الأخيرة أيها الإخوة الله تعالى وفقنا لعام كامل من التفاعل مع الطوفان وأكرمنا الله بمقاومة إملاقة في فلسطين وبروح تضامنية ساندت المعركة في جبهات المقاومة وانفعل شارعنا اليوم علينا أن نتم المسيرة لا نتوقف حتى يأتي وعد الله وهو قادم إن شاء الله ويقولون متاهو قل عسى إن يكون قريبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته